صفعة قوية تلقتها جماعة الحوثيين الانقلابية باعترافات تفضح ممارساتهم الإجرامية صادرة عن أحد قياديهم السابقين والذي خرج معتذرا للشعب اليمني علي البخيتي المتحدث الرسمي السابق باسم الانقلابيين والعضو في المجلس السياسي للحركة أكد أن ما اكتشفه من معلومات أثبتت له بما لا يدعو مجالا للشك أن الحوثيين جماعة لا تتحلى بأخلاق ولا بقيم تقام به من عمليات انتقام تثبت أنهم مجرد مجموعة مسلحة لا يتحلون لا بأخلاق ولا بقيم القرآن ولا بتسامح القرآن أما عن السبب الذي دفع بالبخيتي إلى الانقلاب على الجماعة فكان حادثة مقتل العميد حميد القشيبي رجل سبعيني كان قائد اللواء 310 مدرع في عمران وقع أسيرا لدى الانقلابيين أشع الحوثيون أنه وجد مقتولا ليتضح اليوم وبعد نحو عامين على الحادثة أن مقتله كان على أيدي ثمانية من عناصر ميليشي الحوثي وبأوامر من الرجل الثاني في الجماعة يوسف الفيشي الحوثيون لم يكتفوا بقتل القشيبي وحسب بل مثلوا بجثته وهو الأمر الذي كشفته محادثة هاتفية تم تسريبها مؤخرا كشف دفع بعلي البخيتي إلى الاعتذار من الشعب اليمني عن تبنيه لرواية الحوثيين المفبركة جرائم الميليشيا الانقلابية لم تتوقف عند إعدام الأسرى والتمثيل بجثثهم واعتبار ذلك انتصارا بل وصل الأمر بهذه العصابة الانقلابية إلى سرقة ونهب منازل اليمنيين الآمنين ومن ثم هدمها وتفجيرها في صنعات في أب في محافظة أب في بعض المحافظات الجنوبية يعني ينهبون ما في المنزل ثم يقومون بتفجيره هذه الأمور لم تمارس في كل الحروب اليمن خاض حروب كثيرة لكن ليس بهذا الشكل هذا الأمر لا يرتكب إلا في إسرائيل سمارسات دفعت بهذا القيادي السابق إلى مناشدة شقيقه الذي لا يزال عضوا في المجلس السياسي لميليشيا الحوثي بأن يراجع نفسه ويتبرأ من الميليشيا الانقلابية علي أعزدين العربية